اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا يحصد المتحف محفوظ درويش مساء اليوم حفل توزيع جائزة القدس الثقافة والإبداع والتي تمنح سنويا لمثقفين عرب وفلسطينيين تناول القدس في أعمالهم الإبداعية هذه الجائزة أيضا يقوم بتوزيع دكتور إيهاب سيسو وزير الثقافة بصفتي رئيس اللجنة الوطنية القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية أكيد نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا من داخل الستوديو الأستاذ موسى أوه غربية أمين عام اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية أهلا وسهلا فيك أهلا بك أهلا بك وصبع الخير للقدس وإن شاء الله كما شاهدنا عالم فلسطين ورفرف فوقنا في السماء لابلس نشاهد عالم فلسطين ورفرف فوق القدس وأن يبقى الأدان عاليا صداحا في مدينتنا الجميلة بالفعل هذا حلمنا وهذا حلم نكرره أيضا اليوم في ذكرى إعلان الاستقلال نأمل بالفعل أن يتحقق على الأرض ونتحرر من نير الاحتلال إن شاء الله نتحرر دائما وشعبنا يرى الاستقلال واقعا على الأرض إن شاء الله كما كنا نتحدث تحت الهواء لا يوجد شيء مستحيل هناك شيء صعب لكن لا مستحيل أبدا لا مستحيل أبدا صحيح إذن سيد مصنى تحدث عن هذه الجائزة جائزة القدس الإبداع والتمييز في هذا العام وهي تعطى منذ أعوام منذ العام تقريبا 2012 حدثنا أكثر عن هذه الجائزة في عامها 2016 الجائزة تصدر عن اللجنة الوطنية القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية جزء من احتفالية القدس كعاصمة دائمة هو برنامج صدر عن مجلس وزراء الثقافة العرب انطلقت هذه الجائزة عام 2012 اعتبرت القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية منذ عام 2010 ما زالت الاحتفالية مستمرة كقدس عاصمة دائمة ويتم توأمتها مع العاصمة الثقافية المعلنة لكن الجائزة هي إسهام من مدينة القدس في تحقيق الإبداع الثقافي تكريس لدورها التاريخي كمنارة ثقافية عربية السمت في الحياة الثقافية العربية بشكل جوهري وأساسي كانت دائما محفزة الإبداع وينطلق الإبداع العربي خاصة في القرون الازدهار المدينة كان الإبداع ينطلق من هذه المدينة ويتوج في مدينة القدس لذلك ارتأت اللجنة الوطنية أن يصدر عنها جائزة تكرم الممدعين العرب والفلسطينيين من مدينة القدس هذه المدينة الجريحة لكنها مدينة احتضنت الثقافة وقدمت للثقافة العربية هذه المدينة التي تشجع الإبداع دائما وتحفز الإبداع أساسا هي مادة الإبداع الثقافي كانت مادة للشعر الشعراء ألهمت الشعراء ألهمت الموسيقيين هي مدينة ذات خصوصية خاصة وحالة روحانية حالة ثقافية مميزة لذلك هي تسسم في هذه الحياة الثقافية بالفعل أستاذ موسى عندما نتحدث عن هذه الجائزة والتي تحمل اسم القدس وفي ذات الوقت هي للإبداع والتميز ونتحدث عن وجود القدس حاضرة ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين وإنما للعرب هي شملات العرب والفلسطينيين نتحدث عن هذه الدلالة دلالة وجود القدس في التراث الثقافي العربي أيضا في الوقت لأنه نرى تراجعت ربما خلال الفتر الماضية بسبب دخول عواصم جديدة للأسف عربية في قلاقل وفي تحديات إقليمية هذه الدلالة ووجودها في هذا الإرث الثقافي العربي إلى أي مدى يساهم في حضور القدس على الأقل في هذا البجار رغم حالة الألم التي نشدها في الكثير من العواصم العربية فاصل العواصم العربية ذات الثقل الثقافي ذات الإسهام الثقافي العميق في التاريخ هي القدس واحدة بينهم لكن جرح القدس هو جرح مستمر مستدام له فترة طويلة ثقل الاستمرارية الجرح هو كبير في حياة القدس لكن لو رأينا القدس في التاريخ ما قبل الاحتلال لو وجدنا القدس هي منارة ثقافية عربية عبر تاريخ طويل كانت القدس يتوج بها الشعراء يتوج بها الموسيقيين يتوج بها الروائيين كانت بها حياة ثقافية نشطة بالنسبة للمحيط الموجودة فيه هذه القدس ستعيد دورها نحن نكرس دورها الآن رغم الجراح رغم ما تتعرض له القدس رغم ما تواجه في المرحلة القادمة من ظروف صعبة شديدة لكن تبقى القدس مصرة على الإسلام بالحياة الثقافية العربية والإنسانية بالفعل سيد موسى فيما تعلق بالاحتفال اليوم سيكون الاحتفال في متحف محمود درويش ساعة خامسة حدثنا عن التحضيرات وأيضا إن كان هناك تحضيرات على مستوى آخر خارج فلسطين هي الحقيقة تحتيرات متواضع الآن اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة تأخرت في الإعدادات عادة نحن نعلن جائزة في 12 لكن لفقدان رئيس اللجنة ومؤسس اللجنة الأخ عثمان أبو غربية كان له دور في تأخير الإعلان نتيجة تغيير اللجنة أولا أصبحت هناك لجنة جديدة اللجنة الجديدة تريد أن تأخذ دورها وقراتها وتدرس الملفات بشكل معمق تم التأخير عن الإعلان لكن هناك ترتيبات جميلة وبسيطة تحتضنها متحف محمود درويش محمود درويش قدم القدس قصيدة جميلة ألهمته القدس بالشعر قمة ثقافية فلسطينية مع قمة ثقافية عربية تحتضنها اليوم قاعة الجليل في متحف محمود درويش هي مش الاحتفال النهائي هذا العام كان لبنان حفظ في الجائزة سيعلن عنه مساء هذا اليوم سنقوم بترتيبات احتفالية خاصة في لبنان الاحتفالية الخاصة ستكون بسبب وجود شعبنا في لبنان بده يحتفل للآخر بده يحتفل بالقدس الذي أحب القدس وأتطلع للقدس أيضاً شعبنا اللبناني الذي يتطلع للقدس ستكون هناك حفلة خاصة لتوزيع الجائزة في لبنان في الجزء الذي الحاصلين عليها من لبنان الإخوة في لبنان لا يستطيع القدوم الآن نأمل أن نستطيع أن نستقبلهم ونقدم لهم الجائزة في فلسطين لكن القدس وفلسطين ستذهب لهم في لبنان لأنه شعب مميز شعب قدم الدم قدم التضحيات من أجل القدس ومن أجل فلسطين صحب الفعل القدس حاضرة في كل مكان أيضاً سيد موسى أبو غربية فيما يتعلق بالفئات التي تعطى لها الجائزة هي جائزة للتميز والإبداع لكن كون هناك فئات مختلفة هل هذا أيضاً يوسع دائرة مشاركتها في الجائزة؟ طبعاً هي الجائزة ستقدم أولاً تتويج لعمل إبداعي والتقييم يتم بشكل شمولي لما قدموا المبدع في الحياة الثقافية بتقييم شمولي بدون نقاط أيضاً دفاعه عن القدس وعروبة القدس دفاعه عن مبادئ الإنسانية والقيم الإنسانية النبيلة لها رأي في التقييم لها دور في التقييم لكن يحصل عليها أولاً مبدع من مدينة القدس لدعم الإبداع في مدينة القدس ودعم صمود هؤلاء المبدعين الذين يواجهون كل يوم إجراءات احتلالية تجعل مسيرتهم صعبة وقاسية لكن صمودهم وإصرارهم على البقاء يجب أن يحفز يجب أن يدعم يجب أن تقدم لهم جائزة خاصة هذه الفئة لها دور سنوي كل سنة شخصية سلمها من القدس شخصية وطنية فلسطينية طبعاً مقيمة بخارج مدينة القدس يختار أحد الإخوان لتقديم هذه الجائزة له أيضاً هناك شخصية عربية وتقدم لشخصية عربية إذن ثلاث ثلاث فأز لكن هذا العام تم استحداث جائزة جديدة باسم رئيس اللجنة المرحوم عطمان أبو غربية جائزة عطمان أبو غربية للإبداع المقاوم ستخصص للعمال الإبداعية المقاومة بشكل كامل ستمنح هذا العام لأول مرة لكن ستستمر جزء من فئات التي ستقدم من جائزة القدس الثقافة والإبداع نعم أستاذ موسى على مدارس سنوات الأربع الماضية منذ اطلاق الجائزة وحتى هذا العام ما الذي لاحظناه في ما الذي تغير ما الذي ترى ما الجديد على هذه الجائزة وأيضاً ربماً مشاركة سواء فلسطينية محلية وأيضاً عربية نحن كنا نأمل أن نقدم الجائزة باحتفالية واحدة في مدينة القدس لكن لا نستطيع تقديمها تسلمها عدد من كبار المثقفين العرب كانت لها دور وإيقاع خاص لهم وأنا أتذكر مرحوم نور الشريف حين تسلم الجائزة اعتبرها أهم جائزة وأهم تكريم له بحياته رغم أنه آخر تكريم حصل عليه لكن هو كان سعيداً جداً لهذا التكريم خاصة مدينة القدس قدم مسرحية القدس واستحق عليها الجائزة وقدم في السينما العربية أدوار هامة لكن كان سعادته في استخدام في الحصول على هذه الجائزة كبيرة جداً أثرت فيه خاصة قبل رحيله حصل عليها الكثير أيضاً قبل رحيله حصل عليها الفنان الفلسطين كبير بهاء البقاري وكان سعيداً جداً يعني خسارة كبيرة وجدته سعادته كطفل صغير يحصل على شيء جديد لأنه قدم للثقافة الفلسطينية في الرسم بشكل كبير عملت شيء هذه الجائزة تحفز الإبداع نكرم من قدم للثقافة نقدم تكريم للمبدعين أيضاً نقدم لمن قدم للقدس القدس تقدم لمن قدم لها أيضاً بالفعل هذه الجزئين المتعلق بها الجائزة هي التحفيز لكل المبدعين بالفعل بأنهم يشاركوا بأعمالهم ويتقدموا أيضاً لها الجائزة وأيضاً كنور من التقدير وإحنا بحاجة لهذا الشيء بحاجة أن نقدر الفنانين وأن نقدر أيضاً وجود القدس في أعمال الفنانين لأنه كمان إحنا ربما على المستوى الفلسطيني أصدق موسى ألا تعتقد أنه يجب أن تكون هناك مواد نحن نحكي عن الثقافة المقاومة يجب أن تكون هناك إسهامات ثقافية وأدبية سواء فيما يتعلق المدارس وأيضاً في الحياة الثقافية العامة خاصة أنه إحنا محرومين من القدس كومك كما قلنا تحدث تحت الهواء صحيح هي القدس يجب أن تكون في وجدان وفي حياة كل فلسطيني من طفولته الجائزة لها إقاع خاص لطبقة المثقافين لكن نحن نبرمج أو نضع بخطة لعمل برامج لاستهدف بها طلبة المدارس الحقيقة مستقبل الثقافي للشعب الفلسطيني يكمن الآن في المدارس يجب أن يكون شيء ما هناك برنامج تعثر قليلاً لكن مصممون على إطلاق هذا البرنامج لنستهدف طلبة المدارس لتحفيز الإبداع المدرسي ولحضور القدس في الإبداع المدرسي نحن نحاول أن ننقل القدس لكل فئة من الفئات المجتمع التي لا تستطيع الذهاب للقدس لكن نأمل أن نستطيع أن ندخل كل طالب كل مواطن يتطلع إلى القدس إلى مدينة القدس نعم أستاذ مصممون فيما تهلق بالتحديات ربما تحدثت عن حلم بأن تقدم هذه الرجائزة في القدس لكن فيما يتعلق بالتحديات الأخرى سواء من المشاركين سواء من اللجنة المساهمة هل هناك بعض العقبات التي يمكن تواجهوها كل عام؟ هي إشكاليات تقنية بسيطة لكن لا أعتقد أنها مشكلة أو تحدي قد يكون هناك بعض الإشكاليات الإدارية والتقنية البسيطة التي يمكن تجاوزها بشكل أو بآخر لكن أعضاء اللجان اللجنة الجائزة تتغير كل عام أعضاء اللجان قدموا بحماس شديد وموضوعية شديدة كل عام بدلوا جهد مشكورين عليه واللجنة أعتقد أنه ستعمل على تكريم هؤلاء الذين قدموا لللجنة بصورة أو بأخرى يعني يكون في منافسة قوية؟ أه طبعا في منافسة قوية بصعوبة الإختيار الصعوبة الإختيار أنه عندك أسماء لامعة شديدة كل عام يفرز بين عشرات الأسماء التي يتم ترشيحها يتم دراستها بصعوبة وباتزان شديد لكن اللجان التي قامت في الترشيح كانت على قدر المسؤولية كانت تتسم بالجدية وتتسم بالتحمل المسؤولية سيد موسى أبو غربية بالختام بتحب تضيف أي شيء؟ يعني أكيد كمان دعوة لكل الحابين يشاركم في الحفل اللي رح ينطرق اليوم الساعة الخاصة طبعا الدعوة لأبناء شعبنا من يريد أن يحتفي بالقدس ويحتفي بهذه الجائزة مرحب به في قاعة الجليل في متحف محمود درويش الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم أهلا وسهلا بكم جميعا أكيد كنا شوق بانتظار أسماء الفائزين وكل تحية لكم على هذا الحفل وهذه الجائزة أتمنى لكم كل التوفيق دائما يعطيكم ألف عافية شكرا لكم شكرا للفلسطينية وشكرا للقدس التي كرمتنا أن نكون من أبنائها أكيد أهلا وسهلا فيك دائما مشاهديا ننتقل إلى محطة لصحتك وأكيد نكمل معكم في هذا الصباح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة